الرجل دا سيادتك قاله السيدة استبعد ستين لعيب استبعد من المنتخب ستين لعيب ستين لعيب ركز معايا أستاذ ركز معايا ستين لعيب الستين لعيب دا واحد يقول لي ماهو ستين لعيب دول بيلعبه في الدور السنغالي لكن تعال لي في المحترفين لا حضرتك لا لا دا ستين لعيب دول بيلعبه انجلترا فرنسا انجلترا فرنسا فرنسا ايطاليا فرنسا اسبانيا انجلترا أسبانيا فرنسا ألمانيا بورتغال أسبانيا البرتغال أسبانيا فرنسا فرنسا إنجلترا بلجيكا رومانيا تركيا تركيا فرنسا 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 تركيا دول المحترفين دول قدامنا هي الأسامي دي الأندية ودول المحترفين اللي مش موجودين الأسامي الرننة دي اللي مش موجودة دي الأسامي المستبعدة من قائمة منتخب السنغال في كاس العلا طب هل هو أخذ المخاطرة لا عنده قماشة كبيرة عنده لعيبة برة كبار جدا المشكلة جماعة مش احنا هنجيب مين المشكلة ان القماشة اللي عندنا عاملة ازاي المشكلة ان احنا لازم نفتح الاحتراف المشكلة ان احنا لازم ناخد قرارات قوية قوية نعمل بيها مستقبل مختلف للكرة المصرية انا مش بهاجم ولا بقيت انا بقول الرشدتة انا بقول الحل الحل اللي احنا بقالنا سنين ما عملناهوش مش عارفين نعمله على فكرة مش بهاجم حد لان انا في يوم الايام كنت جزء من القرار في اتحاد القورة ولكن ما درتش برضو ان انا اعمل كده انا بتكلم ان احنا كلنا كلنا في مركب واحدة الراجل ده كان مساعد مدرب كان مساعد ألان جريس وابقى مدير فاني واخد الفرصة انا بقول الحل